السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكضوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تريد أن تصبح غنيا في أسرع وقت والجواب معروف أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاخكم وأن يقضي ديونكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة اللهم أمين تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لو أردت أن تصبح غنيا أو ثريا في أسرع وقت ما عليك إلا أن تخرج بعض الصدقات اليسيرة حتى لو كنت فقيرا على قد ما تقدر على بعض الفقراء واليتامة والمساكن سبحان الله بأنت يا شيخ محمود بتقول لي عشان أبقى غني أطلع من اللي عندي أيوة أو الله العظيم طلع بعض الصدقات من عندك وشوف ربنا هيغنيك إزاي قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو والله فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال عبد من صدقة اطمن الفلوس مش هتنقص وفوق ده كله الله عز وجل سيخلف عليك خيرا من المال والصحة والعافية وراحة البال وكل أنواع الأرزاق التي لا تخطر على قلب بشر وأذكر لكم تجربة عملية شفتها بعيني في المملكة العربية السعودية في مطعم في السعودية مشهور جدا جدا مش لازم أذكر اسمه عشان ما بقاش إعلان هذا المطعم صاحب المطعم ده فاتح يعني مئات الفروع لهذا المطعم في كل أنحاء المملكة ما فيش مطعم في السعودية كلها من أولها لأخيرها بيبقى عليه زحام مثل هذا المطعم لو حبيت حضرتك أو حضرتك تجيب أي طعام من المطعم ده لازم تقف على الأقل من ساعة لساعتين عشان تقدر توصل للشباك وتحجز مكان أو تحجز مثلا إيه الوجبة اللي أنت عايز تاكلها عليه الزحام شديد جدا أسى الله أن يوسع كل أرزاق المسلمين يا رب العالمين فهذا الرجل ما شاء الله زحام في كل فروع المطعم بتاعته حتى الفروع اللي على الطرق السريعة زحام شديد جدا ففي يوم الأيام كلمت أحد مديرين فرع من الفروع المطعم ده فبدردش معاه كنت راح أشتري حاجة فعرفني فبدردش معاه فأسألته قلت له ممكن أسألك سؤال قال لي تفضل قلت له شمعنى المطعم ده بالذات أسأل الله أن يبارك فيه وفي صاحبه وأن يبارك له في ماله وزرياته شمعنى المطعم ده بالذات اللي على طول زحام لا يخطر على قلبه بشر قال لي لتلات أسباب قلت له إيه هم قال لي أول حاجة أن الرجل ده من يوم ما فتح المطعم ده من سنوات طويلة هو قال الوجبة دي مثلا بعشر ريال منها ريال يطلع لله يوزع الفقراء واليتامة والأرامل والمساكين في حاجات خيرية كده معينة هو بيعملها تمام الوجبة دي بعشرين ريال يطلع اتنين ريال الوجبة دي كذا والوجبة عنده جميلة جدا فوق مطط يعني ربنا مبارك في الطعام اللي عنده هذا الرجل بطريقة عجيبة تاكل من عنده الوجبة مثلا ممكن تكون بعشر ريال بخمستاشر بعشرين حسب نوع الأكل اللي انت هتاكله سبحان الله لا يمكن تضوء الطعم والجمال ده في أي مكان تاني سبحان الله ومع ذلك الوجبة رخصة جدا وبعدين مع كل وجبة لازم يطلع يئما ريال يئما ريالين يطلعهم لوجه الله سبحانه وتعالى فربنا مبارك له كل وجبة فيها صدقة طلعة كل وجبة فيها حاجة لله وخبال حضرتك دي أول حاجة الحاجة الثانية قال لي لأنه كل يوم كمان بالإضافة لأنه بيطلع من كل وجبة ريال أو ريالين بيضافة لكل ده فيه وقت محدد لكن هو بيحاول ما يخليهش محدد عشان إيه ما يجيش واحد مثلا غير مستحق يعني يحرص على أنه ياخد إيه الوجبات اللي بيتوزع مجانا قال لي كل يوم بيطلع كم كبير جدا من الوجبات مجانا بيحرص على أنه يخلي حد من العمال اللي عنده يوزعها على الفقراء والغلابة والمساكين الهنود الفقراء أو مثلا حد من منجلديش أو من هنا العمال البسطاء اللي هم رواتبهم ضعيفة جدا وممكن ما يكونش قادر يجيب الوجبات دي فبيوزع كل يوم كم كبير جدا من الوجبات خصوصا عند الحرم خذوا بالكم وبيعمل وجبات ومائدة الرحمن في شهر رمضان في الحرم بشكل عجيب جدا قال لي الحاجة الثالثة أن كل المطاعم بلا استثناء في المملكة بتغلي أسعارها في مواسم الحج والعمرة إلا هو لو الوجبة دي بعشر ريال في موسم العمرة في رمضان أو في موسم الحج تفضل برضو بعشر ريال لحد أن المطاعم نفسها اللي هو عاملها جو المناسك اللي هي أصلا بتفضل مقفولة طول السنة وما تتفتحش إلا في موسم الحج فقط ومع ذلك بنفس الثمن وبنفس السعر بعشر ريال أو بخمستاشر ريال أو بعشر حسب الوجبة اللي هتاكلها قال لي فالثالث حاجات دولة بيعملهم عن كل وجبة بيطلع ريال أو ريالين كل يوم بيوزع كم كبير جدا من الوجبات الحاجة الثالثة عمره مغلى سعر الوجبات لا في المواسم ولا في الأعياد ولا في المناسبات زي ما كل المطاعم في كل أنحاء العالم بيعملوها تعال النهاردة روح أي مطعم النهاردة في موسم في رمضان أو في العيد أو مثلا لو أنت في المملكة في موسم الحج شوف الأصعار بتبع عاملة زي إلا هذا الرجل لا يمكن يغلي أبدا سعر أي وجبة بيقول أننا بجعل هذا السعر سابت عشان أكون عونا للحجيج أنهم يحجوا ويكلوا ويشربوا ويستعينوا بهذا الطعام على أداء مناسك الحج ويكون في ميزان حسناتي ما غليش عليهم ريال أبدا بذلك ربنا سبحانه وتعالى رزق هذا الرجل من الأموال ما لا يحصى عدده أبدا هو نفسه لو سألته عن ثروته هو طبعا توفي الله أرحمه ولاده هم الأيمين بالموضوع لو سألتم عن ثروتهم يقول لك قبل السؤال ولا بعد السؤال لأن كل لحظة ثروتهم ما شاء الله اللهم بارك يا رب العالمين ويزيد يا رب ويبارك في أرزاق المسلمين أجمعين هكذا شوف هو عمل إيه قالك حاجة تطلع لله ربنا هيبارك في الموجود ويبارك وسبحانه وتعالى يعني يجعل حتى طعم الوجبات اللي عنده تختلف تماما مع أن الفراخ دي هي الفراخ دي والجنبار ده هو الجنبار ده لكن ربنا يقدر طالما الحاجة دي فيها لله لازم يطلع طعمها جميل جدا من ربنا يحليها في يعني في أفواه الناس أجمعين سبحان الله فيكون هذا الإقبال الشديد رغم أن أنت بتروح تتعذب على ما تجيب الوجبة اللي هتاكلها ومع ذلك على قلبك زي العسل إن عارفتك الوجبة أولا نظيفة جدا ثانيا جميلة جدا سهلسا رخيصة جدا ينتظر الثواب الذي ينتظره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم حبيت أقولك تجربة زي كده عشان أي واحد شغال في مجال الطعام أو التجارة أو غير ذلك يعمل في كل حاجة بيطلعها لله ويشوف ربنا يكريمه إزاي في أي حاجة واحد حتى شغال في الموبيليا شغال في تجارة السيارات كل سيارة تتباع يطلع منها ألف جنيه لله كل كتعة أنتري تطلع يطلع منها خمسمائة جنيه لله كل سندوتش مثلا بيتباع مثلا بعشرين جنيه يطلع منه جنيه لله فهم إزاي كل مش عارف مثلا أي حاجة يعني فهم إزاي في جميع مجالات التجارة صدقني كل ما يكون فيه حاجة بتعملها بتطلع منها شيء لله يوزع الفقراء والإتامة والأرامل والمساكين صدقني ربنا بيكرمك كرم لا يقتل على قلب بشر وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أطمن الفلوس مش هتنقص ينبع السلام هو اللي أقسم هو الصادق الذي لا يمتق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير يا رب العالمين وأن يجعلنا من المتصدقين وأن يغنيكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يقضي ديونكم وأن يفرج كروبكم وأن يجمعنوا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى محبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة